بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله تحياتي للجميع نماذج من حياة أولياء الله الصالحين الذين هم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بعض من رجال الصوفية الأصفياء صفاء الماء في اليم نموذج رقم 19 أحمد بن يحيى الجلاء أبو عبد الله البغدادي ثم الشامي أقام بالرملة ومات بدمشق سنة ستة وثلاثمائة والرملة بالشام سمتها الرملة لما غلب عليها الرمل وهي من كور فلسطين وبينها وبين القدس ثمانية عشر ميلا ومدينة الرملة واسطة بلاد فلسطين وهي مدينة مصورة ولها اثنى عشر بابا وكان عالما ورعا صاحب أباه وأباء أراب وذنون وغيرهم وهو أستاذ محمد بن داود الدقي وكان مذهبه في سفره التوكل والتجريد ومن كلامه من استوى عنده المدح وذن فهو زاهد ومن حافظ على الفرائض في أول مواقيتها فهو عابد ومن رأى الأفعال كلها من الله فهو موحد قال لأبيه وأمه أحب أن تهباني لله ففعل قال فغبت عنهما مدة ثم رجعت في ليلة مطيرة فدققت الباب فقال من قلت ولدكما قال كان لنا ولد فوهبناه لله ونحن من العرب لا نرجع فيما وهبنا وما فتح له وكان إذا سئل عن المحبة قال ما لي ولها أنا أريد أن أتعلمها وسئل عن الفقر فسكت ثم ذهب ورجع عن قرب ثم قال كان عندي أربعة دوانق فاستحيط من الله أن أتكلم في الفقر وهي عندي فذهبت فأخرجتها ثم قعد وتكلم فيه وقال لولا شرف التواضع كان حكم الفقير إذا مشى يتبختر وقال حمدان ابن بكر لقيت أبا عبد الله ابن الجلاء في الطوافة قال لي من أين أحرمت قلت على طريق تبوك قال على التوكل قلت نعم قال أنا أعرف من حج اثنتين وخمسين حج على التوكل وهو يستغفر الله منها قلت يا عم بحق هذه البنية يعني الكعبة من هو قال أنا وأستغفر الله من ذلك وبكى وقال الدنيا أوسع رقعة وأكبر زحمة من أن يكفوك واحد فلا يرغب فيك آخر وأنشد تطلقى بكل بلاد إن حللت بها أهلا بأهل وجيرانا بجيران ومن أصحابه أبو عمر الدمشقي أحد مشايخ الشام بل أوحدها علما بعلوم الحقائق مات سنة عشرين وثلاثمائة ومن كلامه التصوف رؤية الكون بعين النقص بل غضت أرفع عن كل نقص بمشاهدة من تنزها عن كل نقص ومن أصحابه أيضا أبو إسحاق إبراهيم ابن أحمد ابن المولد من كبار مشايخ الرقة وأحسنهم مأسيرة تبوكوا بالفتحة ثم الضم وساكنة وكاف موضع بين وادي القرى والشام وقيل بركة لأبناء سعد من بني عغرة وقال أبو زيد تبوك بين الحجر وأول الشام على أربع مراحل من الحجر نحو نصف أريق الشام له شعر لو لا مدام عشاق ولوعتهم لبان في الناس عز الماء والنار فكل نار فمن أنفاسهم وضحت وكل ماء فمن عين لهم جار أنشد للعباس ابن الأحنف خيالك حين أرقد نصب عيني إلى وقت انتباهي لا يزول وليس يزورني صلة ولكن حديث النفس عنه هو الوصول والده يحيى كان خادم بشر الحافي ومن خيار عباد الله الصالحين ولقى معروفا القرخي مات سنة ثمانين وخمسين ومائتين يحيى ابن عبد الله الجلاء ذكره ابن الجوزي في المنتظم سبب تسميته بالجلاء فقال قيل لابنه أبي عبد الله لما سمي أبوك الجلاء فقال ما جل أبي قط شيئا وما كان له صنعطا قط كان يتكلم على الناس فيجل القلوب كان يتكلم على الناس فيجل القلوب فسمي الجلاء حكى الجلاء هذه القصة قائلا كنت يوما جالسا عند معروف الكرخي فجاء رجل فقال له رأيت أمس عجبا اشتهى أهلي سمكة فاشتريطها فبينما أنا أطلب من يحملها إذا بصبي ملتف بعباء معه طبق فقال عم تحمل علي قلت نعم فحملها فمررنا بمسجد يؤذن فيه ظهر فقال يا عم هل لك في الصلاة قلت نعم فطرحها ودخل المسجد وصلى فلما أقيمت الصلاة قلت صبي توكل على الله في طواقه ألا أتوكل على الله في سمكة فتركتها وصليت وخرجت فإذا هي بحالها فحملها ثم عاد إلى ما كان عليه من الذكر إلى أن وصل إلى منزلي فأخبرت أهلي خبره فقالوا له قل معنا فقال إني صائم فقلت تهطر عندنا قال نعم فأين طريق المسجد فدللته عليه فلم يزل راكعا ساجدا إلى العصر فلما صلى العصر جعل رأسه بين ربتيه إلى الغروب فصلى فقلت له هل لك في الفطور قال على العادة قلت له وما هي قال بعد العشاء فلما كان بعدها أخذته إلى البيت وغلقت الباب وكانت لها ابن مقعدة في بيت الدار منذ زمان فبينما نحن في جوف الليل وإذا بداق يدق باب البيت فقلت من هذا قالت فلانة فبادرناها فإذا هي تمشي فقلنا ما شأنك قالت لا أدري إني سهرت الليلة فألقي في نفسي أن أسأل الله بحق ضيفكم فقلت إلهي بحق ضيفنا إلا أطلقتني فكان ما ترون قال فبادرت إلى البيت أطلب الصبي وإذا الباب مغلق وهو قد ذهب قال فبكى معروف وقال نعم منهم كبار وصغار قال ولده أحمد مات أبي فلما وضع على المختسل وجدناه يضحك فالتبس 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 على الناس أمره فجاء بطبيب أغط وجهه فأخذ مجسه فقال هذا ميت فكشف عن وجهه الثوب فرآه يضحك فقال الطبيب ما أدري أحي هو أم ميت فكان كلما جاء إنسان يغسله لبسته منه هيبة فلا يقدر على غسله حتى جاء رجل من إخوانه فجهزه وصلى عليه ودفن وهذا المعنى ذكره القشيري في ولده أحمد وأما ابن الجزي فذكره في حق والده ومن أصحاب أبي عبد الله حماد الأقطع ومن أصحاب والده طاهر المقدسي من قلة مشايخ الشام وقدمائهم رأى ذنون أيضا وكان علما سماه الشبلي حبر أهل الشام وكان يقول لا يطيب العيش إلا لمن وضع أبو صاط الأنس بالقدس والقدس بالأنس ثم غاب عن مشاهدتهما بمطالعة القدوس وأنشد أراع النجوم ولا علم لي بعد النجوم يجنب ظلام وكيف ينام فتى لا ينام إذا نام عنه عيون الحمام أسير يسير إلى هواه أضح الأسير قتيل بالغرام فلم يبق منه سوى أنه يقال عنه عاشق والسلام لفرط النحول وحر الغليل وحزن مذيب لطول السقام رضي الله وصل اللهم على سيدنا محمد